السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعد بذور اليقطين أحد أكثر البذور استهلاكاً في مختلف أنحاء العالم وذلك لما تقدمه من مذاق فريد ومنافع مذهلة نلخصها فيما يلي أولاً التحكم في معدلات السكر كثيراً ما يرتبط تناول بذور اليقطين بانتظام معدلات السكر نظراً لتوفرها على نسب مهمة من الماغنيسيوم فحسب دراسة نشرت عام 2018 بمجلة بحوث الغذاء فإن تناول 65 غراماً من البذور من شأنها خفض مستويات غليكوز الدم ثانياً دعم سلامة البروستاطا من الفوائد المهمة الأخرى التي يمتاز بها الغذاء هو إمداد الجسم بمعدن الزنك الشيء الذي يدعم وظائف غدة البروستاطا ووقايتها من التضخم أو السرطان ثالثاً حماية القلب والأوعية كما أشرنا قبل قليل فإن البذور توفر نسباً مهمة من الماغنيسيوم الذي يمنع ارتفاع ضغط الدم في حين باحتوائها على كميات عالية من الألياف الغذائية فهي تخفض مستويات الكوليستيرول الضار وبالتالي تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية رابعاً المساعدة على النوم تحتوي بذور اليقطين على نسب مهمة من التريبتوفان الحمض الأميني الذي يتحول لهرمون الميلاتونين مما ينعكس إيجاباً على جودة النوم ويقمن الأرق خامساً دعم صحة العظام لعل أبرز الفوائد التي تمدها البذور هي دعم صحة العظام وذلك نتيجة لاحتوائها على معادن مختلفة أهمها الماغنيسيوم والكارسيوم المعززان لكثافة الأخيرة بعد أن تعرفت على فوائد بذور اليقطين الرئيسية إليك الطريقة الصحية لتناولها تتمثل الطريقة بكل بساطة في تناول أنصة واحدة منها أي ما يعادل 28 غراماً خلال حصة واحدة في اليوم وختاماً لحلقتنا نرجو أن نكون قد فدناك عزيز المشاهد بهذه المعلومات حول بذور اليقطين وإلى موضوع قادم إن شاء الله دمت ومن تحب بصحة وعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر